اهلا بحرقكم من جديد وباقي فكرات الاهلي خط احمر وبدأنا الموسم الجديد يمكن نفس البداية شبيهة جدا بالموسم الماضي بتقابل نفس المنافس فريق الاسماعيلي بيجي لك نفس حكم الساحة في المباراة محمد عادل لكن انت بتقدر تفوز المرة دي واحد طبعا فريق الاسماعيلي تطور كتير عن السنلفات طول الامانة قدم مباراة جيدة جدا امام النادي الاهلي ومباراة ممتعة من الطرفين وكان فيها الرتم سريع جدا فكان فيه استمتاع ولكن النادي الاهلي كان هو الاكثر يعني اسرار على تحقيق الفوز وتحقق له ما اراد على باقدام بقى مش على يد باقدام الوافد الجديد ابن المدرجات اللي تحول للاقب احلامه شادي حسين بيسجل في الدقيقة 72 هدف المبراء الوحيد وهدف الفوز وعجبني جدا اول كلمة اتقالت كده او حركة شفايف قرناها في الموسم من لعيب النادي الاهلي كلمة الحمد لله على شفاة شادي حسين اللي البعض يشكك فيه والبعض حاول يقلل من امكانياته من بعض الاعلاميين وازاي تبدله وتدخل فيه اعارة مع احمد ياسر ريان قلنا جماعة مش هنقبل بالمزايرات دي اللي اتنين ولدنا حتى احمد ياسر ريان يقدر يرجع النادي الاهلي ببنود في التعاقد ده طبعا هدف المبراءة فارس يعني لقطة من سفيو وكريم فؤاد واسرار واسرار بفكرنا باسرار يعني اكرم توفيق فهدف يعني جميل وفوز مستحق للنادي الاهلي ونتمنى باذن الله يكون في الفوز بكرة في مباراة اسوان قبل مباراة السوبر وان شاء الله درع الدوري يكون هذا الموسم في الجزيرة لانه بالتأكيد وحشنا بشكل كبير جدا ان شاء الله وسامة طبعا المباراة كان فيها تفاصيل كتير فنية مهمة وتغييرات كولر اللي كان لها بصمة كبيرة جدا ان انت تسجل الهدفين الهدف من تغيير للاتنين اللاعبين اللي انت نزلتهم سواء التمريرة بتاعت سافيو وقبلها افشا شارك برضو في الهدف فؤاد والانتظار بتاع شادي حسين دي بصمة مدرب انا عايز اقول ان كمان على مستوى الارقام النادي الاهلي يا جماعة قدم مباراة كان عنده الاهداف المتوقع فيها ثلاث اهداف مقارنة او بوينت 15 اقل من ربع هدف للنادي الاسماعيلي المباراة الشهيرة للنادي الاهلي في بداية الدور الماضي اللي كسب فيها الاسماعيلي بربعية تخيلوا ان هذه المباراة ارقام النادي الاهلي فيها افضل بكثير على المستوى الدفاع على مستوى الهجومي 24 محاولة على المرمى منهم 6 انتارجت انت مفيش محاولة انتارجت واحدة حتى الاسماعيلي النادي الاهلي قدم مباراة فان هي كبيرة جدا نتمنى تكون بداية